ترجمة نانسي قنقر وانتخاب رئيس الجمهورية وقد أشارت مصادر سياسية لصحيفة اللواء أن مقترح المعارضة يتوقع له أن يتفاعل لسيما وأنه واضح ومقيد بتوقيت معين ما يعني أن الجواب على الطرح يجب أن يأتي سريعا بحلقتنا على اليوم نبريس ريفيو وإضافة لجولة على آخر العنوين العريضة التي تصدرت صحف المحلية العربية والعالمية لليوم الأربعة السبعة تموز 2024 بينضم لنا بعض لحظات الصحافة مونير الربيع تكون نقوم بقراءة سياسية لآخر الملفات على الساحة السياسية والمحلية والإقليمية ومنكمل حلقتنا بفقراتنا المعتادة بداية حلقتنا بفقرة اليوم في التاريخ بمثل هذا نهار من العام 2020 قضت المحكمة الإدارية العليا بتركيا بإلغاء وضع آيا سوفيا كمتحف وإعادة العمل به كمسجد جامع بعد نحو 86 سنة من إقاف الصلاة فيه وبداية جولتنا بتكون مع صحيفة النهار ومنشوف بالعنوين الرئيسية بالنهار المعارضة تفتح منفذاً رئاسياً لتشاور بلا أعراف انتخابات جمعية المصارف اليوم وبنوك صغيرة تجهد لتطير النصاب من إيران إلى أوروبا ماذا غيرت الانتخابات؟ حرب من نوع آخر بين حزب الله وإسرائيل بمعلومات صحيفة النهار بيكشف مصدر معني بأن صفراء الخماسية تلقوا بارتياح ملحوظ مبادرة وفد المعارضة واعتبروا أن أي جهد أو تحرك داخلي للنواب أو القوى السياسية هو موضع اهتمام وتشجيع لدى الصفراء بسيئ نفسه أيضاً بصحيفة النهار كتب رضوان عائل أنه جهات مواكبة تؤكد أن الأمريكيين ينسقون مع الدوحة ولن يخرجوا من تحت مظلة الخماسية أو يغردوا خارج سربة علماً أن الملف اللبناني أخذ حيز من المناقشات بين لودريان وهوكستين بالاجتماع الأخير وبتتحدث المعلومات التي أيضاً نقلها رضوان عائل بما قاله أن باريس تتحسس من تدخل هوكستين بالشق الرئاسي بدون أن تفتعل معه أزمة نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الدولتين وبتابع عاقيل أن المعلومات تتحدث أن التهدي أبي غزة ومعه الجنوب قد تؤدي إلى تعبيد الطريق أكثر أمام انتخاب رئيس في آب المقبل ونبقى بصحيفة النهار وننتقل لأسرار الآلهة نشوف بأسرار الآلهة أقدم حراس نائب سابق على أطلاق نار على مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق منزله وفق ما أفاد هؤلاء شكت بلديات من منظمات وجمعيات تتصل بها وتطلب الإطلاع على بياناتها وموازناتها تحت عنوان الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك من دون أي مسوق قانوني أو إذن من وزارة الداخلية وتتخوف من أن تستخدم المعلومات في غير مكانها الصحيح من تبع بأسرار الآلهة قال نائب بقاعي أن لا أحد يملي عليه ما يستقبل من سياسيين وشخصيات وبماذا يسرح وقال في مجلس أن الناس هم أصحاب الحق في من يخترون في الانتخابات المقبلة وليس ما يبيع الماكينات الانتخابية على غرار ما حصل في الدورة الأخيرة وليكن البقاع وكل المناطق مفتوحة أمام الجميع نكتفي بهذه الأسرار ومننتقل لصحيفة اللواء ومنشوف بصفحتها الأولى طبعا موضوع الخماسية وطرح المعارضة يتفاعل بصفحات الأولى الخماسية تنصح المعارضة بجلسة يضع إليها بر وبرودة في عين التيني تدخل رئاسي لمعالجة الكهرباء وأربعين صاروخا ردا على اغتيال مرافق نصر الله مواجهة تدعية الحرب ورأب الصدع الإسرائيلي بالعناوين الإقليمية اجتماعات حاسمة اليوم في الدوحة لتضييق الخلافات حول صفقات التبادل ومنشوف بالخبر الرياضي فوز إسبانيا بالأمس إلى الصفحات الداخلية بصحيفة اللواء نقرأ في هامس كاد انقطاع تيار الكهربائي في مطار بيروت أول أمس أي عطل الحركة الجوية أقلاعا وهبوطا لو لا خطة الطوارئ التي نفذتها شركة الميدل إيست وتدخل رئيس الحكومة السريع لاستدراك تدعيات المشكلة قبل استفحالها من تبع مع غمز استغرب رجل أعمال خليجي حملة التشويش التي تعرض لها بهاء الحريري من بعض الإعلام قائلا يعبدون من سرقوا أموالهم وخربوا الدولة وينتقدون ما يحاول أي نير شمع في نفق الأزمات اللبنانية إلى لغز ضاعت مسؤولية تنفيذ بعض المشاريع الملحة بين مجلس الإنماء والأعمار ومصرف لبنان رغم أن تمويلها متوفر من مصادر أجنبية وتم تحويل المبالغ إلى الحكومة اللبنانية جولتنا من تبع وإلى صحيفة الديار وأبرز عنوين الصفحة الأولى منشوف الديار الحرب على غزة معارك داريا في القطاع ومفاوضات التبادل تبدأ اليوم في قطر خماسية باريس في ضيافة قصر الصنوبر والمعارضة تكشف خارطة طريقها الهدهد اتنين أهداف إسرائيلية نوعية وستراتيجية أيضا منشوف بعنوين صحيفة الديار تفاهم عن التين يميرنا الشلوحي الحاصل المسيحية في السلطة للوطني الحر ومنصوري في واشنطن المركزي والمصارف أنجزت ما عليها بالأخبار العالمية منشوف بايدن يتعهد بتعزيز دفاعات كياب وروسيا تنفي مهاجمتها أهدافا مدنية جولتنا منتبع على صحيفة الأخبار تمرين على رحلات الهدهد ساعات كفيلة بشلل تام لشمال الكيان أيضا بالصورة منشوف مفاوضات الدوحة المقاومة تنتظر الضمانات إلى صحيفة الشرك نطلع على بعض المواقف السياسية رئيس الحكومة الطائفة السونية عصية على أي تهميش وزير الداخلية متفائل بقرب وقف النار في غزة والجنوب جعج علي تحاولوا من دون القوات اللبنانية وقاسم هاجم أقصر طريق للانتخابات اقتراح بالريق للحوار بالعناوين منشوف غزة صوت المجازر يعلو على صوت المفاوضات البطيئة واغتيال مرافق سابق لنصر الله والهدهد كشف مواقع الجولان جولتنا منختم بأبرز العناوين التي تصدرت صحيفة لوريان الجور رغم الشكوك يبقى الشارع الشاعي ملتزما بحزب الله من عنوين أيضا لوريان لليوم المعارضة تضع بر على البحك وكيف لا تزال حماس تقاوم بعد تس ساعة أشهر من الحرب مع جولتنا على صحف المحليين نصل لبريك ومن بعدها نكون باتصالنا مع صحافة مونير الربيع ومن تبع حلقتنا ومن نصل لاتصالنا بصحافة مونير الربيع صباح الخير صباح الخير هل بتشوف من حزوز لنجاح خطة طريق المعارضة؟ وهل برأيك خريطة طريق هذه تحرج الرئيس بره؟ عمليا أي حركة سياسية لابد من الإشادة فيها ولكن خطة لم تحمل أي جديد بل هي خلاصة أو عصارة أفكار كان تم التداول بها سابقا وتم تقديمها حاليا ولكن الرئيس بره استبق هذا الموقف وعاد وبعد تقديم هذه المقترح إذا بدنا نقول ردت مصادره بأنه بما معناه أنه هذه الورقة أو هذه الخطة أو هذه المبادرة لا يمكن أن تكون قابلة للتطبيق لأنها تعمل على تهميش منصب رئيس مجلس النواب وتريد للنواب أن يعقدوا جلسات للتحاور أو التشاور أو التفاوض في مجلس النواب بدون رئيس مجلس النواب وبالتالي لا نزال في نفس المكان هي مرحلة أو خطوة جديدة على طريق المزيد من الخطوات أو على طريق المزيد من المبادرات التي لم تؤدي إلى أي نتيجة الخماسية بالأمس رحبت بهذه الخطوة وبالتالي إذا اليوم هذه الخطوة أيضا لم تلقى النجاح ومبادرة الرئيس بريل الحوار لم تلقى النجاح يعني نحن أمام أفق مسدود وبالتالي شو الحل لوصول النواب إلى مجلس النواب وبالتالي بدء الاقتراع لرئيس الجمهورية لم تحن حتى الآن اللحظة الإقليمية والدولية التي تفرض على القوى السياسية العمل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي أو الدخول في تسوية رئاسية هناك بعض المعطيات أو بعض ما تتحدث به شخصيات سياسية بأنه في الشهرين المقبلين قد تتغير بعض الظروف نظرا للانتخابات الرئاسية الأمريكية ونظرا لورات الوضع بالمنطقة وقد يقود ذلك إلى العمل في سبيل إنتاج تسوي بالمقابل هناك وجهة نظر أخرى تشير إلى أن الرئاسي لا يزال معلق على طائع حرب غزة ومواجهات الجنوب وبالتالي هو مؤجل إلى مرحلة لا أحد يعلم متى موعد الخروج من الفراغ الرئاسي بالإضافة إلى أن التوازنات الداخلية والديناميكية الداخلية لا تزال قادرة من قبل الطرفين على عرقلات أو منع من فرد الرئيس ولذلك لابد من الوصول إلى تسوية جامعة برعاية خارجية حتى الآن ظروفها لم تتوفر برأيك هذه الظروف تتوفر مع اقتراب الهدنة من الموافقة عليها من قبل حماس وإسرائيل يبدو أن حضوظ الهدنة بدأت ترتفع وبالتالي هل ترى هذا الوضع مربوط حكما بتطورات غزة وهل ينعكس مباشرة وفورا على الملف الرئاسي أو بانتظار كل الملفات الإقليمية الأخرى بشكل واقع نعم هناك ارتباط أصبح ارتباطا مباشرا لم يعد بالإمكان على معالجة الملف الرئاسي بدون العمل على معالجة وضع الجنوب بما يتعلق بالهدنة في غزة صحيح هناك تقدم ولكن لابد من الحذار لابد من ترقب يقدم عليه نتنياهو وإذا ما كان سيعمل على عرقلة هذا المسار التفاوضي أم أنه سيلتزم أو سيوافق على المرحلة الأولى من هذه الصفقة أو من هذا الاتفاق أي مرحلة إطلاق صراح الرهائن وفي المرحلة التي تلي سيعود القتال طبعا حماس حزب الله إيران والولايات المتحدة الأمريكية يريدون الاتفاق والصفقة نتنياهو يريد الانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في غزة وهذا نوع من صراح الرهات طبعا نتنياهو لن يتخلى عن مسألة وقف الحرب أو وقف العمليات العسكرية بل من مصلحته أن يعمل على إطالة هذه المفاوضات قبل الوصول إلى الهدنة الحال سيوافق على الهدنة إلى 24 تموز موعد دخوله إلى الكونغرس وإلقاء خطابه المتحدة فيما بعد بحال وافقة بعد هذا الخطاب وربما بعد السعي للحصول على المزيد من الدعم الأمريكي ربما يوافق على المرحلة الأولى وبالتالي لفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع وبذلك نكون قد تجاوزنا تموز وأب ودخلنا في أيلول في أيلول موعد المناظرة الثانية بين جو بايدن وبالتالي يصبح نتنياهو عنصرا ضاغطا أكثر في الانتخابات الأمريكية وعنصرا ضاغطا أكثر في المنطقة من خلال العمليات العسكرية أن يواصلها ويؤجلها إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية وبالتالي سنكون أمام حرب النظاف طويلة شكرا لألك الصحافة مونير أربيع على هذه المداخلة ومن اتصالنا الهاتف إلى جولي على الصحف العربية وأبرز العنوين لتصدرت صفحاتها الأولى جولتنا على الصحف العربية نبدأ مع صحيفة الشرق الأوسط جولي على أبرز العنوين لتصدرت صفحة الأولى نشوف الفجوة تضيق في مفاوضات هدنة غزة أهليات بايدن وأوكرانيا تخيماني على قمة أنيته إسرائيل تقتل في سوريا مرافقا سابقا لنصر الله إيران ضغوط على بوسيشيكيان لتشكيل حكومة ثورية ومشاعل العايد أول سباحة سعودية في تاريخ الأولمبياد وبالانتخابات الفرنسية طبعا نشوف اليسار الفرنسية تفعل تولي الحكومة وماكرون يراهن على انقسامته إلى صحيفة الاتحاد ومنشوف بالاتحاد بالصفحة الأولى تشجيع الكوادر الوطنية المواصلة تميزها في القطاع الخاص والعلم الأساسي المتين لبناء ونهضة الأمم والأوطان جولتنا منتباع على الوطن القطري ومنشوف وزير الداخلية كوادرنا محط أنظار العالم مهمتكم في فرنسا امتداد لمسؤولياتكم ومهامكم في قطر إلى جول سريع على الأنباء الكويتي تقارير فصلية عن الجهات الحكومية وأطلاق تطبيق الدوان الجديد لموظفي الدولة وزير الصحة يخفض أسعار 209 أدوية ومستخدرات صيدلانية في القطاع الأهلي جولتنا منتباع على صحيفة الأهرام رفض المصري لاستمرار الحرب في غزة والسيسي ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية ومنع تساع الصراع بالمنطقة من جولتنا على الصحف المحلية رح منقوم بجولة أيضا سريعة على أبرز عنوين الصحف العالمية جولتنا على الصحف العالمية منبديها بصحيفة لوموند الفرنسية والعنوين طبعا بنوحي الانتخابات الفرنسية اليسار يبحث عن رئيس وزراء قصف مستشفى للأطفال ومستشفى للولادة في كييف إلى صحيفة The Guardian البريطانية ومشوفة عنوينة ستارمير يحط أعضاء الناتو على زيادة الانفاق الدفاعي وسط مراجعة المملكة المتحدة إلى صحيفة The Washington Post وعنوينة الرئيسة لليوم من المقرر أن يحتفل حلف شمال الأطلسي المضطرب بمرور 75 عاما على تأسيسه من العنوين أيضا بايدن يبطئ موجة المعارضة إلى صحيفة The New York Times ومنشوف بعنوينة رافضا الخروج بايدن يندد بالمنتقدين في الحزب جولتنا من اختمع مع فقرة كاري كاتير ومن جولتنا على الكاري كاتير صحيفة اللواء ننتقل لفقرة أجندة اليوم على ساعة 9 ونص بتعقد لجنة متابعة الملف الرئاسي من نوابك والمعارضة سلسلة اجتماعات مع الكتل النيابية على ساعة 10 اعتصاب تجمع موظفية وشرطة بلدية لبنين واتحاداتهم أمام وزارة الداخلية أما على ساعة 10 ونصف جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابي المشتركة وعلى ساعة 11 جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة على ساعة 11 أيضا مؤتمر صحافة لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لأعلان البدء بتسيير الباصات على خطوط سيرة المحددة بالمناطق اللبنانية وعلى ساعة 11 أيضا بيستقبل مفتياء الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أن أب أحمد الخير من فقرة أجندة ممكن وصلنا لنهاية حلقتنا بتلاقيكم بعض لحظات الزميلة جريسي أنتون بنشرة ساعة 8 وموعدنا بتجدد صباح بكرة مع أخبار وضيوف وعنوين جديد إلى اللقاء